بالأمس رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عقد جلسة حوار مطولة بمقر الحكومة بمدنة العالمين الجديدة مع عدد من الصحفيين ورؤساء التحرير والإعلامين اتكلم معهم في أكتر من ملفة ومن بين هذه الملفات إزاي الحكومة ممكن تتسب ثقة المواطن الفترة المقبلة رجوعا للشأن الداخلي بالتأكيد اللي يهمني النهاردة ويمكن أنا بتابع الكلام اللي دايما بيتقال المهم جدا إزاي الحكومة تكسب ثقة المواطن واعتقد كان في بعض المقالات يعني كتبت يعني كان الأستاذ أكرم الأفاس والأستاذ عماد دين حسين كتبوا في خلال إسبوع الأول من الشهردة بعض المقالات على هذا الموضوع وأيضا حضراتكم بتتكلموا عليه يعني أنا في تقديري يعني أنا عايزة أقول حاجة مهمة جدا ما فيش حكومة بتبقى يعني عايزة تاخد قرارات تنقص من شعبيتها في الشارع يعني تأكدوا جميعا إن أي قرارات بزيادة أسعار أو تحريك أسعار أو تحريك الكلام ده كله بيبقى آخر شيء أي حكومة عايزة تعمله هو أن تاخد قرار زايدها وأحيانا بناخد علينا قرارات إن إحنا نرجع مثل هذه القرارات مش عشان إن إحنا نحافظ على شعبيتنا في الشارع لا على مش عايزين نحمل المواطن إحنا عارفين كويس قوي يعني الأعباء اللي بتحملها المواطن فأحيانا لو عندي مساحة إن أنا أتحمل يعني ولفترة ما بعض الأعباء إحنا بناخد الإجراء ده وخدنا على مدار الأزمات اللي فاتت وأرجقنا زيادات حاجات كتيرة جداً وكان على أمل إن الأزمة تخلص أو الأزمات تخلص لكن اللي إحنا كنا بنشوفه إن بنرجع مثلاً لاتخاذ إجراءات لبضعة شهور على أمل إن الأمور تتحسن نفاجأ إن الأمور ممكن تزداد صعوبة وتزداد تعقيداً فنتطر إن إحنا نرجع لفترة أخرى فبتبقى في الآخر بتوصل إن يعني تراكم الأعباء على الدولة بيجبرها في مرحلة معينة إنه مش قادرة تستمر بهذا الوضع فبنتطر ناخد الإجراء إن إحنا نزود بعض السلع والخدمات ولكن حتى ده مع عمرنا ما بنوصل للسعر الحقيقي لللي الدولة بتتحمله أيضاً رئيس الوزراء اتكلم بكل شفافية عن ملف الكهرباء واللي بيتم فيه وتكلم كمان عن تركيب العدادات الكودية لوقف عملية الفائد وكمان وقف سرقة الطيار الكهرابي تعالوا نشوف طبعاً عندنا مشكلة كبيرة جداً في الفاقد في الشبكة الكهربائية وانا حتكلم بمنتهى الشفافية حجم مش هقول مشاكل فنية مشاكل الفنية بيبقالها طبقاً للقياس العلمي نسبة معينة يعني بيتقال إنه دايماً حتى في الدول المتقدمة في نسبة فاقد في الشبكة بتاعت الكهرباء نتيجة ليه طبيعة الشبكة والنقل والتوزيع وكلام ده بيحصل فاقد لكن إحنا عندنا حاجة اسمها فاقد تجاري وده للأسف راجع لموضوع السرقات وده ليس بالقليل بمثال أمامه ليس بالقليل عشان كده يمكن كان أحد القرارات المهمة إن إحنا نركب عددات كودية لكل المنازل حتى اللي في العشوائيات واللي غير مقنن وضعها وكل المنشآت اللي موجودة حتى الغير رسمية عشان بس أنا كدولة أخد جزء من مستحقاتي بغض النظر عن قانونية المبنى إحنا موضوع التصالح وموضوع التعامل مع المبنى ده شيء وإن أنا أخد حقي كدولة من استهلاك الكهرباء ده شيء آخر تكسيف الحملات ولكن برضو إحنا بنتكلم في دولة كبيرة قوي وبالتالي لما بقول إن في حجم سرقات بنسبة معينة ده رقم كبير ولازم نبقى واخدين بنا وده جزء من بناء الوعي على المواطن ما هو لما بيحصل هذه السرقات الدولة هي لتتحمل وبالتالي بيأثر بعد كده في حاجات كثيرة جدا على الخدمات اللي بقدمها لك على إن أنا مش قادر أنفق على الخدمات اللي أنت عايزها في صحة وتعليم وبنية أساسية بسبب إن أنا مضطر إن أنا أدفع هذه الأرقام علشان تفضل الخدمة موجودة يعني مرة أخرى لو هذه الأرقام قلت حتساهم في تخفيف كانت وطئة الفطورة اللي أنا بتحملها كله عشان أدبر المنتجات البترولية وبالتالي كانت فكرة تخفيف الأحمال ما هو لو بقدر أوصل لمية في المية تحصيل يكون ممكن إن أنا متجهش إلى عملية تخفيف أحمال فهي بتبقى منظومة على بعضها بنتحرك فيها الحكومة مسؤولة صحيح ولكن أيضا المواطن هو شريك مع الدولة ولازم يبقى عارف إن كل ما بنخفف من هذه الأعباء علينا كل ما بتمديني مساحة إن أنا أحقق الخدمة بالرقم اللي إحنا كلنا كمواطنين نقبانه يعني أنا عايز أقول لحضراتكم يعني إحنا أعلنناها بمنتشفية مجرد عشان أعدي شهرين الصيف أنا تحملت مليار ومئتين مليون دولار حطناهم ضخناهم كأرقام إضافية على موازنة الدولة علشان أوقف قطع الكهرباء طب قيسوا على دبا بقيت السنة عشان أدبر الأرقام اللي أضمن بيها إيقاف عملية قطع الكهرباء حتبقى قد إيه على الدولة طبيعي فترة الصيف بتبقى أرقامها واستهلاكاتها أعلى لكن متوسطاتنا على مدار السنة بتنكلم في حوالي أربع مليار دي متوسطات الدولة عشان أوقف هذا الموضوع طب أنا لو قدرت أخفف جزء من الترشيد جزء من إيقاف السرقات كل ده بيساعدني كدولة إن أنا يبقى ما تحملش الأربعة على بعضه فده جزء من المنظومة اللي لازم كلنا نبقى واخدين بالنا منها رئيس الوزراء كمان رد على فكرة الشائعات وإزاي إن هي بتستهدف الشارع وتؤثر على الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل المجتمع المصري بنواجه كل يوم بحجم هائل أنا قاسف من الأكاذيب والشائعات إحنا حتى كأجهزة الدولة بقى جزء من شغلنا بدل ما نبقى مركزين فقط في شغلنا وعايزين نتكلم على وضع بقينا نطلع عشان نرد على الأكاذيب بتحصل والأكاذيب دي للأسف بتبقى مش طلع كده يعني أنا أسف بصورة تلقائية لا دي مدروسة وفي ناس وراها وعارفين إن الموضوع ده هيؤثر بعد كده على بعض الليها تدعيات على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الدولي ويمكن أنا قلت بعض الحاجات في المؤتمرات الصحفية لما تقال موضوع السندوق والسندوق يعني لغى موضوع مصر ده كان ممكن يكون لي تدعيات هائلة أنا عايز أقول له حضراتكم لإن الإتعامل كان يوم حد وكان مقصود وده بيبقى أجازة وإن معروف إن حتى لو حبينا إن السندوق يطلع يعني توضيح حيبقى تاني يوم ويوم الاثنين وهم في فرق توقيت فعبال ما السندوق يطلع هناك حيبقى بالتوقيت بتاعهم الصبح يبقى ثلاثة أربعة مساء في مصر ممكن في الفترة دي نتيجة الموضوع زيدة والحكومة ما طلعتش توضح ممكن يبدأ بعض المستثمرين يخرجوا من البلد أو يحصل هزات في البورصة والدنيا توقع لمجرد إن حد طلع خبر بهذا الشكل يعني أنا عايز أقول لحضراتكم إحنا تواصلنا مع السندوق يوم الحد وخلناهم إن هم يطلعوا تصحيح لهذا الموضوع وهم نفسهم كانوا مستغربين إن يعني إيه الترصد لهذا الموضوع بهذا الشكل وإن يعني قلنا لهم وفهمنا لهم الموضوع فطلعوا ما يؤكد إن برنامج مصر داخل ومحطوط في السياق بتاعه أنا باتي بس يعني مجرد إشاعة زي دي حاجة بسيطة وتتشير على مدى كبير ممكن يكون لها تدعيات قد إيه المصر كل يوم إحنا عندنا هذه النوعية من الإشاعات والأكاذيب العملاء تطلع وكلها مقصود بيها يا إما إن أنا أخلق حالة طاقة سلبية جوه الشارع المصري أهز الثقة في الوضع اللي موجودة في الدولة المصرية أعمل تدعيات في الخارج على الرؤية للدولة المصرية كل ده بيبقاله يعني تبعات شديدة السلبية وبيتعمل باحترافية وبيتعمل الموضوع مش موضوع كده بيطلع ولكن بيتعمل باحترافية شديدة وبالتالي بيبقى مهم جداً تاني مرة أخرى بأكد دور جزء من دور حضراتكم الأصيل توضيح الكلام ده والخروج بصورة عجلة مع الدولة لمجرد توضيح حقائق أنا ما بقولش إن إحنا نتبنى جانب الحكومة بالعكس يعني أنا دائماً زي ما بقول لحضراتكم أنا بابقى حريص إن أنا أسمع كل الكلام وما يثار نقد قبل نوع من الشكر والمديح أو الإشادة عشان من خلال هذا الموضوع باستقي يعني إيه التوجهات اللي إحنا شايفينها في هذا الموضوع وأنا عايز بس أحدي على سبيل مثال أثير على مدار الأيام اللي فاتت والنهاردة ده كان موضوع الكلام كله في بداية مجلس الوزر حالة المطارات المصرية والمشاكل اللي موجودة فيها وسمعت وقريت إن في كان أستاذ ناشة تتكلمته على يعني الكلام ده أثير وبعض الناس تتكلموا في هذا الموضوع في بعض البرامج الحوارية وبرضو بعض المقالات وعلى وسائل التواصل المجتمعي فكان فيه النهاردة مناقشة مستفيدة مع السيدة وزراء الطيران المدني ووزير المالية عشان موضوع الجمارك والسيد وزير الداخلية والخارجية عشان موضوع التأشيرات إزاي بصورة سريعة جدا نتحرك لتحسين الإجراءات وتبسيط الإجراءات جوة المطارات علشان إن إحنا نتحرك في هذا الشأن إزاي إن إحنا وأعلن هذا الموضوع وجوبه بالنقد لما قلنا يعني زي كل مطارات العالم إيه المشكلة إنها تطرح هذه إدارة وتشغيل وجرد إن إحنا بنقول لجماعة لما بنترح هذا الكلام يتقال ده بيبيعوا الوصول إحنا ما بيبيعش حاجة أنا بطرح عملية إدارة وتشغيل المرافق العامة بتاعت مصر لقطاع خاص وشركات عشان تعمل لي أنا كل اللي همين تبقى أحسن خدمة موجودة في هذه المرافق وفي نفس الوقت تجيب لي عائد كدولة عائد إن أنا أستفيد بالأصول بتاعت فلما النهارده إن أنا بقول في شركات محترفة في هذا الموضوع وإنها تنقل وتغير الصورة بتاعت المرافق العامة للدولة وإن أنا أطرح فكرة شراكة مع هذه الشركات ده بالعكس ده أنا بعظم من أصول الدولة على طول بتلاقي الكلام الآخر الدولة بتبيع إحنا ما بنبيعش ولكن أنا بعظم من أصول حاجة كانت موجودة الخدمة بتاعتها أديها خمسة على عشرة وفي نفس الوقت بتجيب لي عشرة جنيه طب إيه المانع إن أنا أدخل في شراكة بحيث الخدمة دي تبقى تمانية على عشرة بدل ما هي خمسة على عشرة وبدل ما بتجيب لي عشرة جنيه تجيب لي مية هو كده يبقى أنا غلط أكيد لا فبالتالي هو ده اللي إحنا بنتكلم فيه كفكر للشراكة وطرح وصول الدولة للاستفادة منها علشان يعني نبرز هذا الموضوع رئيس الوزراء اتكلم أيضا عن أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية وإن ثقة الدول بتقاس بقدرتها على التعاون مع المؤسسات الدولية وكمان قدرتها على جذب الاستثمارات تعالوا نتابع لكن اللي عايز أأكد عليه مجرد إن بيبقى عندنا برامج مع مؤسسات الدولية دي رسالة ثقة في اقتصاد الدولة دي ومن نهارده أي دولة النهارده بيقاس نجاح الحكومة بتاعتها في قدراتها على جذب استثمار أجنبي مباشر مش هو كل الناس بتقول الدولة دي منفتحة والدولة دي قادرة إنها تجذب استثمارات الدولة دي حققت أرقام كبيرة جدا في جذب استثمارات خارجية ما هو كل ده بيجي إزاي؟ بيجي إن ما فيش مستثمر خارجي بيجي يحط قرش غير لما بيطمئن إن الدولة اللي هو حيدخل يحط فيها استثمارات لإن ما فيش حد بيحط استثمار أنا آسف سنة واثنين ويخرج أي حد حييجي حط استثمار هو عامل حسابه حيوعد على الأقل خمساشر عاشين سنة فعايز يطمئن إن الدولة دي المصار اللي فيها بيؤمن استثماراته إلا مش حييجي فبيبقى الكلام ده بيستقيم نين؟ بيستقيم إن شهادات مؤسسات دولية ويطمئن إن الدولة دي شغالة ضمن برنامج كويس والمؤسسات دي بتثني على هذا البرنامج وبتقول الدولة دي مشى كويس ومن إجراءات شايفة على الأرض الدولة دي بتنفزها بتيسر بها إجراءات بتعطي حوافز وبتحل مشاكل للمستثمرين الداخليين لإن المستثمر الداخلي هو الوحده بيبقى سفير وبيبقى يعني جزء من الرسالة الإيجابية للمستثمر الخارجي ما فيش مستثمر خارجي بيدخل غير لما يسأل الأول المستثمرين لجوه البلد أخبار الأوضاع عندهم إيه؟ لو لقى إن الوضع كويس هو كمان بيتشجع وبيكي فبتبقى دي نقط لازم كلنا ناخد بالنا ليه إحنا حرصين على وجود أو تعاون وشراكة مع مؤسسات دولية لإن العالم هو ماشي بهذا الشكل كل يوم المؤسسات الدولية بتنشر تقاريرها والتقارير دي هي اللي بتؤثر على تصنيف الدولة مؤسسات التصنيف بتبقى بتقيم بناء على هذا الكلام والجهات الاستثمارية الكبيرة مؤسسات الدولية أو المستثمرين الافراضة بيعتمدوا على نوعية هذه التقارير في إن هو ياخد القرار يروح البلد دي ولا لأ؟